نستمر في شرحنا لمقرر أخلاقية المهنة وتحديدا الفصل الخامس والأخير الذي يحمل عنوان الجدل الفلسفي الأخلاقي الحديث ونذكر بأننا استعرضنا عناصر أو أطراف في هذا الجدل مثل المدرسة الطبيعية في الأخلاق المدرسة العقلانية في الأخلاق والعقلية في الأخلاق والمدرسة البراجماتية ورعينا أن المدرسة البراجماتية في النهاية رغم كل ثرائها وازدهارها وانتشارها في العالم الإنجلوسكسوني بشكل عام فإنه تم نقدها باعتبارها تؤدي في نهاية الأمر إلى تذرية الأخلاق أي جعل الأخلاق ظاهرة ذرية تجزية الأخلاق أي جعلها شظايا يعني تفريق الأخلاق يعني جعل الأخلاق في المجتمع مجال اختلافات لأنها تربط بين الأخلاق وبين المنفعة بين ما يجب فعله وبين المنفعة لذلك فالاجتماعيون بصورة عامة وجهوا نقد الذي عن إلى المدرسة البراجماتية لكن ما المقصود بالمدرسة الاجتماعية في الأخلاق؟ هي مدرسة في واقع الأمر ذات توجه يعيد كل الظواهر إلى أصلها الاجتماعي بما في ذلك ظاهرة الأخلاق فمن شاء الأخلاق اجتماعي حسب هذه المدرسة والأخلاق واحدة والأخلاق أداة اجتماعية أو هي وسيلة اجتماعية يخلقها المجتمع أو ينتجها المجتمع من أجل تحقيق غايات اجتماعية وأهم غاية من غايات المجتمع وراء الأخلاق هي التحقيق نوع من الهوية الاجتماعية الثقافية الواحدة إذن الأخلاق تكون منسجمة يعني القواعد الأخلاقية يعني المبادل الأخلاقية يعني مفاهيم الخير والشر تكون واحدة لأن ذلك يوحد المجتمع لأنه لو كانت مفاهيم الخير والشر مختلفة وفردية فإن ذلك يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى صراعات اجتماعية يؤدي إلى تصادم اجتماعي يعني ما تفعله أنت وتعتقد أنه خير أراه أنا شر وما أفعله أنا شر وتعتقد أنه أنت خير يعني ذلك يعني يصنع نوع من إيش؟ من الصدام الاجتماعي فلذلك الاجتماعيون أو أصحاب الاتجاه الاجتماعي بصورة عامة يعتبرون أن الأخلاق مجال إنسجام هي نوع من السقف الاجتماعي فوقروس الجميع يشتغل بمعزل عن الجميع وعلى الجميع أن يطيعه بموجب السلطة الاجتماعية الممنوحة له أصل من أنصار هذا الاتجاه الذين اشتهروا الفرنسي المفكر الفرنسي إيميل دوركايم وفيما بعد أصحاب النزع السوسيولوجية بصورة عامة المفكرين السوسيولوجيين بصورة عامة يرون أن الأخلاق ذات طبيعة اجتماعية وذات منشأ اجتماعي ما هو الضمير حسب النظرية الاجتماعية في الأخلاق؟ الضمير هو كيان يدخل في داخلنا هو كاميرا داخلية باللغة المعاصرة هو عبارة عن كاميرا داخلية جهاز رقابة داخلي يصنعه يضعه من يضعه المجتمع عن طريق ماذا؟ عن طريق التربية عن طريق التنشئ الاجتماعي فكل التنشئ الاجتماعية هدفها وضع جهاز رقابة داخلي بداخلنا على ميزاج المجتمع يعني يحتوي شريحة داخلية فيها برامج اجتماعية كما يريد المجتمع أن نتصرف فيضع فينا المجتمع أنتيب يضع فينا المجتمع نماذج نسير بها نسير على نمطها فينمتنا المجتمع بهذه الأخلاق الواجب هو الضمير أصل الواجب هو الضمير وبالتالي المجتمع عبر التربيع يصنعه المجتمع الأخلاق ويتحكم بها كي يتحكم بالأفرق لأن الأخلاق هي عبارة عن كتيب الاستعمال هي عبارة عن remote control هي عبارة عن وحدة تحكم وحدة تحكم اجتماعية يصنعها من؟ يصنعها المجتمع ليتحكم بها في من؟ في الأفرق لماذا يتحكم بها في الأفراد؟ لماذا لا يتركهم أحرارا؟ لو تركهم أحرارا لا دخلنا في أنانية وفردية قاتلة للاستقرار الاجتماعي فنهدد السلم الاجتماعي والوحدة الاجتماعية وندخل في تباينات اجتماعية خطيرة جداً إذن كيف نقضي على هذه النزوع الفردي نحو الحرية ونحو الأنانية ونحو الحرية المطلقة عبر زرع أجهزة تحكم داخلية فينا نماطية تدعونا إلى الفعل وفق أنماط اجتماعية وفق نسق اجتماعي كامل ومن هنا جاءت في واقع الأمر فكرة البنية وفكرة النظرية البنيوية وهي التي تعتبر أن الأفراد عبارة عن عناصر في شبكة وأنهم لا وجود لهم خارج هذه البنية ولا معنى لهم خارج هذه البنية وإنما كل وجودهم يتحدد داخل البنية وبمداء انسجامهم مع البنية يقول الدركيم تخيل أن الدركيم يقول هذا القول بسريحة عبارة يقول فإذا ما تكلم ضميرنا كان المجتمع هو المتكلم فينا عنده كتاب اسمه لديكاسيون مغال التربية الأخلاقية يقول فيه من بين ما يقول فيه فإذا ما تكلم ضميرنا كان المجتمع هو المتكلم فينا يعني وكأن صوت داخلنا يتكلم بلغة المجتمع يتكلم برغبة المجتمع إذن هذا هو الضمير وهنا تواجه الأخلاق الاجتماعية تماما الأخلاق البراغماتية وتوحد وتعتبر أن الأخلاق هي أداة توحيد وأداة انسجام والواقع رغم عمق هذه النظرية في الأخلاق الاجتماعية فإنها لم تسلم من النقد وخاصة من أصحاب الاتجاه النقدي أو الفلسفة النقدية الاتجاه النقدي الحديث كما مثلا عند بير بورديو عند باولو فريري عند غيرهم كثيرين في واقع الأمر أصحاب الاتجاه الاجتماعي في الأخلاق يعتبرون أن الأخلاق كما قلنا هي مجال انسجام مجال وحدة إيميل دولكايم ماكس فيبر غيرهم كثيرين يعتبرون في العموم أن الأخلاق ذات سقف اجتماعي وحد الاتجاه النقدي يعتبر أن هذا غير صحيح أن هذا يقفز عن الواقع أن هذا لا يصور الواقع بشكل دقيق لأن الواقع نحن نعيش في مجتمع يتكون من فئات يتكون بلغة الماركسيين وبلغة الاتجاه النقدي المعاصر يتكون من طبقات دعنا نسميها فئات اجتماعية هذه الفئات لها مراتب اجتماعي ولها مصالح متباينة داخل المجتمع وبالتالي فهي في صراع اجتماعي هذا الصراع دائما ضمني ليس معلن هو صراع رمزي هو صراع في الثقافة هو صراع في اللغة هو صراع في المفاهيم هو صراع في الأفكار ولكن في أساسه هو صراع مصالح اقتصادية حسب هذه التوجهات النقدية الحديثة إذن لكل فئة من هذه الفئات أخلاقه وهو أمر كان فريدريك إنجلز قد بيّنه وشرحه بشكل دقيق حول الأخلاق الطبقي وأنه لا يمكن أن نحقق حسب إنجلز أخلاق واحدة بمعنى ما ذهب إليه الاجتماعيون إلا لما نزيل الطبقي ونزيل الفوارق الاقتصادية حينها يكون الجميع ينتمون إلى نفس الوضع الاجتماعي بالنسبة إذن أعود إلى بير بورديو وبولو فريري وهم أصحاب اتجاهات معاصرة جدا يعتبرون أن الأخلاق الموجودة اليوم في المجتمع هي بالمتعدد كثرة وليست واحدة وأن كل أخلاق تدافع عن مصالح الفئة التي تنتمي إليها وأن هذه الأخلاق يعاد إنتاجها في التربية فالتربية تخدم هذه الأخلاق الطبقي طيب إذن هذه نظرية طويلة وما زال الجدل فيها اليوم نتحدث عن مدارس أخرى في الأخلاق مدارس فلسفية في الأخلاق مثل المدرسة النسوية في الأخلاق المدرسة التحليلية في الأخلاق المدرسة البيئية في الأخلاق من آخر المدارس الفلسفية ما نخرج به الخلاصة العامة لهذا الجدل هو أن موضوع المفاهيم الأخلاقية هو موضوع جدالي وأن الأخلاق ظاهرة متطورة وأن الأخلاق ظاهرة فلسفية وأن الأخلاق ظاهرة نامية وغير ثابتة وحتى أخلاقيات المهنة نفسها كل نظرية من هذه النظرية تعيدها إلى أصل الضمير والضمير نفسه يختلف حسب هذه النظرية فما هي أصل أخلاقية المهنة؟ هل ينبغي أن نستمد أخلاقية المهنة من العقد حسب المدرسة المثالية؟ أم نستمدها من الغريزة؟ أم نستمدها من المنفع حسب المدرسة البرغماتية؟ أم نستمدها من المجتمع حسب الأخلاق الاجتماعية؟ أم نستمدها من الطبقة حسب المدرسة النقدية؟ أم نستمدها من الدين الإسلامي حسب المذهب الأخلاق الإسلامية؟ أم نأخذ من كل شيء بطرف؟ ما هي المرجع النهائي في الأخلاق؟ هذا سؤال يظل مفتوحاً ويظل الجدل فيه مستمر وهذه هي ربما جمالية الموضوع أخلاقية المهنة فهو موضوع مفتوح وموضوع للفكر مفتوح وتساؤل يظل مستمر ويظل متطور مع تطور الثقافة والحياة الإنسانية بصورة عامة نتمنى للجميع السعادة والنجاح والتوفيق إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة